صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية اهلا بكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى تكونوا في خير معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم ثلاثة من محاضرات الترجمة حضراتكم كنتوا بتستفسروا بتسألونا حضراتكم مؤسمين الدنيا ازاي احنا مؤسمينها كذا section المحاضرات بتاعتنا متقسمة كورس لمراجعة الكلمات كورس لمراجعة الجرامر كورس السكيلز وده مشروح فيه كل الاسئلة الخاصة بالمقال والإيزلي كونفوز ديورد اللي هي الكلمات المتشابهة كورس للreading comprehension وكورس الترجمة فانا عملين خمس فروع كل فرع كتبين فيه وحطين فيه حاجات كتيرة جدا من مصادر مختلفة بحيث ان حضرتك لما تخش الامتحان تبقى بتحل وانت يعني بمنتهى السهولة والأريحية ما تبقاش ألقاء من حاجة كل محاضرة من محاضرات الترانسليشن بناخد عشر جمل multiple choice نتناقش فيهم ونطلع كل التركات اللي فيهم لو حضرتك مشوفتش المحاضرات اللي فاتت تقدر تروح للبلاي لست الخاصة بأسئلة الترجمة وتتفرج عليهم دي محاضرة رقم ثلاثة في محاضرة واحد واثنين تقدر تشوفه يلا بينا نبدأ ترانسليت انتو انجلش جمل رقم واحد مرة كمان خليني أفكركم ان احنا في التعامل مع الجمل اللي من النوع ده احنا محتاجين نطلع غلطة واحدة بس في اي اختيار من الثلاثة او من الاربعة يعني نطلع غلطات في ثلاث جمل والربعة هي اكيد الصح اوكي حضرتك مش محتاج انك تطلع خمس ست غلطات ولا غلطة ولا اثنين لان في جمل بيكون فيها غلطة واحدة جمل بيكون فيها اكتر من غلطة مجرد ما حضرتك تلاقي غلطة شكرا ده اختيار غلط تمام الاختيار الاولاني when you give a person a will education خلي بالكم a will education will ده ادورب يعني ركزوا معايا في الحتة نيه ازاي يقول when you give him a will education فهل هنا دي غلط اوكي تاني واحدة when you give a person a good education you also help him thinking طب help someone do something يعني انا عايز the infinitive او to infinitive ماينفعش help him thinking تمام طيب يبقى دي كمان غلط طب نشوف التالت when you give a person a good education you also help them خلي بالكم بقى انا هنا بقول تساعدوا يعني بالعربي انا افترضت ان الشخص ده ولد هو اللغة العربية بتفترض ان شخصا هعوض عنه بهه تمام؟ اللي هو كأنه ولد في الانجليزي دايما لما بنجي نعوض بنعوض يا اما نقول help he or she اوكي يا اما اقول help them يعني يا اما هذا يا اما ذاك فwhen you give a person a person دي لما اجي عوض عنها هنا متعوض عنها بهم فدي برضو not correct انما في اختيار see when you give a person a good education you also help them دي كده مظبوط to think and create to be a good citizen دي اجابة صحة نشوف برضو دي عشان نتأكد ان احنا اختيارنا مظبوط when you give a person a good education you also help him to think and create to be a good citizen him غلط لان انا بتفترض ان person دي ولد طب ما يمكن يكون المواطن ده او الشخص ده بنت صح؟ فدايما بنعوض عنها يا he or she يعني help he or she تبقى مكتوبة كده يا ام help them اوكي؟ طبعا لو هي جاية في صيغة المفعول فهتبقى ايه؟ help him or her واخني بالكو يعني انا هنا بقول help them جايبها في صيغة المفعول فمش هينفع اقول he or she انا بتكلم في he or she اللي هو الضمير انما صيغته ايه؟ صيغته المفعول يبقى him or her يعني الجملة دي لو كانت يا مستر مفيهاش them بس فيها him or her مكتوبة بالشكل ده تبقى صح؟ صح يا حبيبي يبقى when you give a person a good education you also help him or her to think and create to be a good citizen مظبوط او help them to think and create to be a good citizen مظبوط اوكي؟ يبقى الإجابة المظبوطة هي C تعالوا ناخد الاختيار الوراء او الجملة الوراء يجب ان نستغنم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة وخاصة الانتاج نقراها مرة كمان يجب ان نستغنم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة وخاصة الانتاج تعالوا نشوف الاختيارات we must use modern technological technological يعني مفروض تكون modern technology فهدي adjective فطبعا مش مظبوط لان انا بقول التكنولوجيا الحديثة ده noun تمام؟ اسم؟ طب بي we must use modern technology تمام in all areas of life تمام؟ special production special طبعا مش مظبوط we must use modern technology in all areas of life especially اللي هي الادبرب يعني product طب product يعني منتج انا هنا بقول الانتاج يبقى كمان product مش مظبوط تعالوا نشوف ده we must use modern technology in all areas of life especially production إجابة مظبوطة لا نفعش اي مشكلة تمام؟ يبقى ده تكنولوجيا الغلط لانها adjective المفروض تكون technology ده special غلط لانها المفروض تكون especially ده product غلط لانها المفروض تكون production اللي هو الانتاج تمام؟ تعالوا ناخد الجملة الوراء ثم ثلاثة بتقول ايه؟ لا يمكن لأحد أن يهزمك أو يعرقل نجاحك طالما تتسلح بالعلم والأمل نقولها مرة كمان لا يمكن لأحد أن يهزمك أو يعرقل نجاحك طالما تتسلح بالعلم والأمل no one can't طب no one ازاي تيجي مع can't مانا بقول لا يمكن لأحد فازاي يقول مفيش حد لا يمكن مش ماشي يعني دي نفي النفي أوكي فكانت هنا غلط طيب no one can defeat you or hinder your successful خلي بالكم hinder يعني يعيق يعني أو يعرقل بس successful دي adjective بمعنى ناجح أنا هنا بقول نجاح ده ناون أنا عايز الناون يبقى هنا successful غلط طب no one can defeat you or hinder your success success مظبوطة as long as you are armed with knowledge and hope طالما أنت متسلح بالمعرفة والإيه أو بالعلم والأمل دي إجابة مظبوطة بس عشان نتأكد نشوف آخر إجابة no one can defeat you or handle your success as long as you are armed two هو أنت متسلح بي متسلح بالعلم يبقى armed with مش armed two يبقى two هنا غلط وهنا successful غلط وهنا كانت غلط فالإجابة المظبوطة C دعالوا ناخد الجملة اللي وراه جملة رقم أربعة يجب أن يلعب الجميع دورا إيجابيا في تنمية بلدنا حتى تنعم الأجيال القادمة بالرخاء رهى مرة كمان يجب أن يلعب الجميع دورا إيجابيا في تنمية بلدنا حتى تنعم الأجيال القادمة بالرخاء تعالوا نشوف الأربعة اختيارات everyone should play positive role خلي بالكم هو هنا كلمة role ده noun singular ولا plural لحبايبي يعني ده جمع ولا مفرد مفرد طب فين الإيه اللي موجودة هنا يعني أقول a positive role زي لما بقول a beautiful girl a nice boy تمام فهنة مش موجودة يبقى إذن ده غلط أوكي نشوف الوراه everyone should play a positive rule خلي بالكم role وrule role يعني دور إنما role يعني قاعدة فدي حاجة ودي حاجة فطبعا ده غلط في النوت الجميل بتاعنا كشكول الحلو نقوم منزلين فيه الفروقات اللي أنا بقولها لكم دي c everyone should play a positive role in the development of our country so that future generations can enjoy prosperity دي إجابة مظبوطة بس عشان أتأكد لازم أقرأ آخر اختيار everyone should play a negative هو هنا بيقول دور إيجابي فطبعا negative يبقى الإجابة الصحيحة هي c تمام؟ تعالوا ناخد الجملة الوراه معلش بقى الجملة جات في آخر pdf فجاية الجملة بالعربي هنا وجاية الترجمة تحت معلش أوكي؟ طيب جملة رقم خمسة بتقول إيه لا نستطيع الحياة بدون ما نتنفسه من هواء أو ما نأكله من نبات أو ما نشربه من ماء تمام؟ طيب هنا بيقول we cannot life life دي اللي هي الحياة ده نون هنا بيقول لا نستطيع الحياة هي أي نعم مكتوبة life بالعربي بس أنا ماينفعش أحط نون بعد المودة الفيرب اللي هي cannot يعني ماينفعش أقول we cannot life دي ترجمة بنسميها literally literally يعني بالحرف يعني أنا قمت جايب الكلمة دي حطيت قصادها الكلمة دي مفيش كده في الترجمة فطبعا we cannot بنجيب بعدها فمش هتنفع الإجابة دي طب نشوف الاختيار اللي وراك no can live no mean يعني no mean محتاج بني آدم no one nobody تمام؟ فطبعا دي غلط طب see we cannot live without the clean air we breathe the plants we eat or the water we drink دي إجابة مظبوطة بس عشان أتأكد لازم أشوف آخر واحدة cannot live without the clean air we breathe the plants we eat or the water we drink هو أنا هنفع أبتدي الجملة يا أولاد بverb مفيش حاجة اسمها كده في الإنجلش يعني دي statement يعني دي جملة فأنا محتاج subject وبعد كده verb محتاج فاعل الأول هل فين الفاعل اللي هنا؟ مفيش وبالتالي الإجابة دي مش مظبوطة يبقى الإجابة المظبوطة هي c تمام؟ تعالوا ناخد الجملة اللي وراها جملة number six بتقول إيه؟ إن المكتبات ضرورية في عملية إعطاء المواطنين حرية الوصول للمعرفة فهم مطلوبون في العصول الرقمية أكثر من زي قبل طبعا هم دي عيدة على المكتبات أوكي؟ تعالوا تشوف الاختيارات libraries are essential in a process of giving citizens access to knowledge مظبوط in digital times في العصول الرقمية يعني they are needed more than ever before دي إجابة مظبوطة بس عشان متأكد من إجابتي لازم أرى بقى الإختيارات زي ما إحنا متفقين b بتقول إيه؟ libraries are essential in an operation operation دي يعني عملية زي لما يكون عملية جراحية مثلا أو حاجة تمام؟ طبعا مش مظبوط c بتقول إيه libraries are essential in a process of giving citizens access to information in digital وحط كامة هنا طب هي in digital times اللي هي في العصول الرقمية المفروض أن الكامة تبقى هنا فطبعا دي غلب تمام؟ يبقى أنا عندي المشكلة في الكامة دي طب نشوف دي libraries are essential in an operation of taking citizens access هم أنا باخد ولا بدي إعطائه إعطاء المواطنين حرية الوصول يبقى giving مش taking أوكي؟ فتاكينج هنا مش مظبوط تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول اللي هو اختيار ايه؟ تعالوا ناخد الجملة اللي وراها معلش برضو يعني البي دي اف جاب الجملة دي قبلها بشوية هنبقى راعي الحاجات دي في المرات اللي جاية ان شاء الله تدرك كثيرا من المنظمات الدولية الآن أن تآكل البيئة واحد من التهديدات الرئيسية التي تواجه كوكبنا نقولها مرة كمان تدرك كثيرا من المنظمات الدولية الآن أن تآكل البيئة واحد من التهديدات الرئيسية التي تواجه كوكبنا طيب تعالوا نشوف الاختيارات هو هنا بيتكلم في منظمات دولية دولي فلما أقول ناشونال أرجانيزيشن يبقى دي إجابة مش مظبوطة لأن ناشونال معناها محلي أو قومي تمام؟ طيب دي إجابة مظبوطة بس لازم أشوف الاختيارين التانيين نفس الفكرة أنا بتكلم هنا في دولي حتى لو في غلطات تانية في الجملة أنا مش فارق معايا أنا بتكلم لقيت غلطة خلاص شيلها غلطة ميني انترناشنال أرجانيزيشن ناو ريالايز دات انفارمينتال دي جريداشن is one of the major threat one of the major threat هو هنا بيقول واحد من التهديدات threat يعني تهديد واحد ده سنجولر إنما هنا one of the major threats اللي هي التهديدات فدي إجابة آسف هنا هو اللي هي بيه many international organizations now realize that environmental degradation is one of the major threats facing our planet فدي إجابة مظبوطة إنما هنا one of the major one of زي لما جقولك one of the students ما ينفعش أقول one of the student one of the teachers ما ينفعش أقول one of the teacher تمام؟ فهنا threat دي كده هو مش مظبوطة أوكي؟ أي الغلطة هنا فيبقى الإجابة المظبوطة هي بي تعالوا ناخد الجملة الواراها الجملة الواراها جملة里 رقم 8 بتقول إيه؟ توه Belgen قصار جهدها لإيجاد فرص عمل للشباب وبناء مساكن لهم. نقولها مرة كمان. تبذل الحكومة قصار جهدها لإيجاد فرص عمل للشباب وبناء مساكن لهم. تعالوا نشوف الاختيارات. The government does its beast. beast يعني وحش. أوكي. فطبعا دي مش معنا. The government does its best to find work opportunities for youth and build a house. هي بتبني لهم بيت ولا بيوت. مساكن. فهوس ازاي؟ طب نشوف الاختيار الوراء. The government does its best to find work opportunities for youth and build houses for them. دي مظبوط. بس نشوف الاختيار الأخير عشان نتأكل. The government does its best to find work opportunities for youth and build. خلي بالكم. ما هي تو؟ هجيب بعدها infinitive اللي هي تو find. تو كمان عايز هنا برضو infinitive. واخدين بالكم. يبقى هنا تو find و تو build. فدي إجابة مظبوطة اللي هي C. إنما دي غلط لأن أنا عندي built. ما ينفعش تيجي بعد تو. أوكي؟ ناخد الجملة اللي وراها جملة رقم تسعة. إن النساء لديهن الآن الحق في الانتخاب ولكن هذا لم يحدث بسهولة. فلقد استغرق كثيرا من الدموع والمعارك والكفاح لأجيال عديدة من النساء للحصول على هذا الحق. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده ونقرأ بالراحة يا جملة طويلة وممكن نتبان إنها tricky وصعبة بس الموضوع سهل يعني. Now, women have the right to vote, but it didn't happen quickly. خلي بالكم. quickly هنا يعني بسرعة. هنا بتقول بسهولة. طيب إذا مش دي ترجمة دي. تمام؟ تعالوا نشوف الوراء. Now, women have the right to vote, but it didn't happen easily. It took lots of tears, fights, struggle for many generations of women to get that right. دي إجابة يبدو إنها مضبوطة بس لازم نشوف الإجابتين التانيين اللي متبقيين عشان نقارن يعني. Now, women have the right to vote, but it didn't happen easily. It took lots of tears, fights, struggle for many generations of women to get. خلي بالكم. فور هي. It took them generations to get. ففور هنا غلط. طيب آخر واحدة. Now, woman. أنا مش بتكلم على سيدة واحدة. فطبعا الإجابة المضبوطة هي B. تمام؟ تعالوا ناخد الجملة اللي وراها. الجملة الأخيرة في محاضرة النهاردة بتقول إيه؟ لقد أطلق الرئيس برنامج طموح يسمى حياة كريمة لكي تساعد مصر المواطنين وتمدهم ببيوت جيدة. نشوف الجملة مرة كمان. لقد أطلق الرئيس برنامج طموح يسمى حياة كريمة لكي تساعد مصر المواطنين وتمدهم ببيوت جيدة. تعالوا نشوف الأربع اختيالات. The president has launched an ambition program. خلي بالكم. ambition ده النوان اللي هو الطموح نفسه الطموح مش طموح لا ده طموح ده النوان. فطبعا ده incorrect. نشوف بيه. The president is launching خلي بالكم هو بيقول لقد أطلق. يعني ده present perfect لقد أطلق. فلما أقول is launching يطلق دلوقتي. The present continuous فطبعا ده incorrect. تمام؟ The president is launching an ambitious program نفس الفكرة is launching برضو incorrect. حتى لو فيه غلطات تانية في الجملة أنا مش محتاج أبص عليها. طيب نشوف ده كده. The president has launched. has اهو. has launched. Bravo. An ambitious program. تمام؟ called decent life. اللي هي حياة كريمة. So that Egypt can help the citizens and provide them with good houses. تمام؟ دي الإجابة المزبوط. أوكي؟ وبكده يا شباب نكون انتهينا من محاضرة النهاردة. أتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم. وبفكركم دايما ان لو حضراتكم مهتمين ان انتو تحضروا المراجعات live على zoom. تقدروا تتواصلوا مع السكرتاريا على الرقم ده. وتحجزوا مكانكم في المراجعات النهائية في السكشن اللي حضرتك عايزه. يعني لو عايز تحضر سكشن الفوكاب. عايز تحضر سكشن الجرامر. عايز تحضر المراجعات الخاصة بالترانسليشن وهكذا. تقدر تتواصل معهم على السكرتاريا على الواتساب على الرقم ده. وان شاء الله اتمنى لكم ان انتو تعملوا كويس الامتحان وتجيبوا درجات نهائية. اشوفكم على كل خير في المحاضرة الجاية ان شاء الله. ربنا يوفقكم يكون معكم. سلام. اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. وما تنسى اشتفاع على الجرس. علشان يجيلك نوتوفيكيشن بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله. اشوفكم بالفيديو الجاية.